ترجمة نانسي قنقر الإطاق الإلكتروني جاء سعيا لتمكين المتعاملين مع نيابة العمّة من الحصول على تلك الخدمات في صورة رقمية ذات طابع رسمي لتشمل خدمة طلب إصدار الإفادة والتي تتيح تقديم طلب إصدار الإفادات إلكترونيا وخدمة التحقق من صلاحية الإفادة الصادرة فضلا عن خدمة طلب استرجاع المبالغ المالية والتي تمكن المستخدمين من تقديم طلب لاسترجاع المبالغ المالية لطلبات قضايا النيابة العمّة إضافة إلى خدمات إدارة الطلبات والإفادات المتعلقة بالاستعلام عن حالة الطلب مع إمكانية عرض وطباعة الإفادة التي تم إصدارها بطريقة سهلة وميسرة من جنب يكد سعادة سيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن مواصلة تجشين سلسلة الخدمات ذات العلاقة بالقاط طابع القانوني في مملكة البحرين يأتي استكمالا للجهود التي بذلتها الهيئة بالشراكة مع المؤسسات المعنية والمختصة من أجل تنفيذ عمليات التحول الرقمية للخدمات القانونية